خمس سنين و انا مصاحبة معاه من اللي نجحت في الباك هو كان كاسول نجح بعشرة ولكن كان زوين وبوغوس و قررت انني غنبقى معاه حتى نزوج اناوية غدي ندفع القدام غدي نحاول معاه حتى نرده راجل و ذاك شي اللي درت دخلنا اللافاك بزوج اعرفتوا لا فاك تكونوا البنات والحيحان ايضا انا كتحاضيه و ممخليه يدور لهكا ولا هكا مخليه ليه و موجده ليه العام الاول والثاني والثالث اخذينا الليسونس دينا و دفعنا الماستر انا بطبيعة الحال ضروري غنجيبه ولكن هو محال اهدك الشي الليش بقيت تنخدم معاه وتنعاونه و ما تنخليه ليه خرج ليه يمشي عند الصحاب تنقوله شوف ضروري تجيب الماستر و الحمد لله جابه و دووزنا ديك العامين كم منه قد قد و بالنسبة للخدمة انا كان ضارب معي الظهر ضغيه ضبرت على راسي و هو بقى ولكن ما خليتوش قلت ضروري و اخي دخلي دير معانا غي ستاش طلبت عليه و رغبت و زاوقت و دخل دار الستاش و بقيت نطلب ما زالوا نزاوق حتى قبلوها و اللي اخدام معايا ايه و اشتي البنت من اللي تدير عينها فشي واحد تتصوفيه او كاختكم صوفاته و وجداته ديها و لكن و ضحرام من فعيله غير عمر جيابه و اللتي تخلص و ايه و ايه مبقىش تيشوف فيه من اللي تنبغين تلاقى معاه تيقول لي ممساليش و من اللي تنبغين نهضر معاه تيقول لي عندي نخدمة تخيلوا الانسان اللي طحيت معاه خمس سنين حتى ولا بي خير عليه مبقىش عاقل عليا عرفته يا اخوتي من اللي شفته دار لي بحل هكا قلت والله العظيم منفلته اول حاجة دار تبم في الشركة كل شي اعرف بان انا مصاحبين و هنزوجه خفت لا يدور بشي وحده و نبقى نشوف بعويناتي بغى يموت بالغدايد غير اللي يهضر معاه تتقول له راني عارفك مع فلانه ايوه شنو خلي بابه كانت عياما يترطى ولكن ما تيقضي والو كل شي عارفوا بانه معاه حتى النهار اللي تسلطت لنا واحد خيتي جاي يدير ستاشف هاد الشركة و كان هو اللي غايتكلف بيها السيدة اشغا نقول لكم تطير من المقلة عاش شفتها كحلت بالعمى بقيت نقول ناري هذه هي اللي غايته لي ايوه عيت من نوصي و عيت من نقول له شوف لا تدير هاكو ولا غايت دير هاكو راني غا نخسر معاك ولكن كانت يضربها من تحتها ريحته اعطات كل شي واللي يقول لي سيدة مكحلها مع هاد خيتي اللي دخلت جديدة هكوك انا ما تنطيقش تنقول حتى نشوف بعينيه و فعلا تنهار اللي حصلتهم في البيرو دايرا واحد القلسة ماشي هي هاديك المهمة نشريتها لديك خيتي اجراو على بابا قلت له شوف شتي يجيك مليح راني ما غا نتفاكش معاك ضيعت معاك خمس سنين من عمري ووقفت معاك ودابا بغيت سوسني والله لا كانت ليك عرفتوا البنات اللي معا تقولوا لي دابا هذا وخيت زوجك راباين ما تيبغيكش واشتمالك على قلة ترجالك تنقول ليوم انا ما سوقيش اذا كان هو ما تيبغينيش انا تنبغيه اوه الحب من طرف واحد اخي بحاجة تتولي بحلي تطل به صافي بقيت عنده لحجة لاواله الخدمة ها هو خدام الفلوس تدخل انا خدامة العمر تيمشي السين ديال الزواج اخويا جي لدارنا تخطبني هذا الشراء محمد تالين وابقى يقول لي خسنا بعدين نكونوا راسنا ونشروعوا الدار وانتظروا ما سنشروعوا الدار لاواله واخا نعرفون كريو غابيت انا ويك خدامين سنشروعوا الدار ونوصلوا المعافين اخي اخويا الدار تخطب قال لي يا واخا نجي صافي قدرت معاه النهار اللي سيأتي وانتظروا موخ وتعطب خطبوني وانتظروا تكلموا وانتظروا ذلك ما كنت بالله وصافي قمت بتخطبه واخا كنت بسيطة عرفتوا انا كنت طير بالفرحة انا كنت تتطير بالفرحة كما الامنية ديالي تحقق ان العائلة دياله والديه جاءوا لعدنا وخطبوني صافي اذيك هي الامنية ديالي كنت تنموت عليه خمس سنين وانا معاه وطالعة في ست سنين ما نقول ليكمش عرفتوا نهار على نهار تكبر الحب دياله في قلبي واخاك تحس انه ما تيبغينيش ولكن انا كنت تعلقى به بسه فوق ما تتخيلوا اللي قدام اللي جال الخدمة وطلقينا وانا فرحانة بشان بقى نقول لبنات والناس اللي خدامن معانا رحنا تخطبنا جاء عندي وقلس حداها قال لي يا شوفي ما تقولي التحاجة على الخطبات البارح قلت له ليش يا كلابس شنو كاين قال لي يا ودي راه الواليدة ما قبلتش قلت له كيفاش ما قبلتش ويا كانت ناشطة وعاش بها الحال قال لي يا الواليدة ديالي ما قبلتش وما اقتنعتش بهذا الزواج تخيلوا تصدمت قلت له ولكن الواليدة ديالك علش تقتنع بالزواج ديالنا يلك الدينة وقتنع يكفي قال لي يا انا ما نقدرش ناخد شي سخطى من عند الواليدة سافي ما عرفت شنو هندير معاه قلت له ايوه من بعد شنو هنديروا دعبة قال لي يا انا تنشوف معاها وتنهضر معاها وتنقنعها وتنحاول سعما ندير معاها الجهد ديالي عفتبقى فيي الحال السيدة كانت معايا من ذاك الشي تضحك معايا وتتهضر معايا وعجبتها يعني من خلال معاملة ديالها راني عجبتها ولكن استضمني هو بالهضرة دياله وبالكلام اللي قال لي سافي سكت ما قلت والو عرفتي بحل لي ضربني بشي موس ما كذبش عليكم حطمني بقيت نقول ليش ما عجبتهاش واش انا قعت لهالدرجة ما زويناش واش ما عجبتهاش لهالدرات ديالي ما فهمت والو سافي بقيت بحل كوك المدة ديال 6 شهر كله نهارتا نقول له شنو فين وصلت انت والواليدة شنو قالتليك قنعتيها واش كينش نتيجة بغيت نتسطع كله نهارتا يقول لي يا وراني عيت معاها قلت له الواليد ديالك تي ولي الواليد ما عنده تدخل فاج بغيت الواليد ما عنده تدخل سافي بقيت هكا كما قلت ليكم أخوتي المدة ديال 6 شهر حتى الواحد النهار انا داخلة ولقيت حاطة الورد في قدام البيرو ديال قلت نقول لي يا كلابس ايوه سولت عفتي دوك اللي خدامنا معايا قلت حضرها بالعينين قلت لي هم شنو كاين شي حاجة قلوا لي رفلان نزوج ايوه لي كي دار ليه في ويكند ما سيقالوا لاخبار لاوالوا ما عرفتوش كيفاش دار السيد تاي خطط وخطاب ودار الملاك ودار العرس ومعروض الناس اللي خدامنا معايا وانا قلت انت سننا متوافق علي تخيلوا يا أخوتي على صدمة ما نقول ليكمش واحد الحال اللي وصلت ليها ما تتصورش على البال درجة اناني حبست من الخدمة في ديك الشركة ما بقيتش باغا نشوف وجهه ما بقيتش باغا شي واحد يشفق علي من ديك الشركة حبست وقلست لمدة ديالعام في الدار ما خدمت مدر التحاجة احتجوا شي صحاباتي وقالوا لي يا نوضي ووضيت قلبي على راسك وراكي باقة صغيرة وتجيب يسيدو واشتي مالكي حازن على واحد عمره ما بغاك هذه البنات كانوا معايا من أيام اللي تعارفت معاه كانوا تقرؤوا معايا من أيام الليسي وعارف مقيف صدينا وحكايتنا ايه واذاك شي لي كان أخوتي ما عندي حتى حل آخر ووقفت مرة أخرى على رجلية والحمد لله لقيت خدمة حسن من هديك وخدمت الحمد لله وتلاقيت مع واحد ولد الناس وتعارفت أنا وياه وبغاني وبغيت واخد سيد هذا ما بغاشي تنسى لي ولكن الحياة تستعمر وتزوجنا الحمد لله وهذا بعندي جوج ديال الوليدات ومهذا المنبر هذا تنبغي نقول بأن لا تلاقيت مع شي ولد الناس وحسيتي بأنك انت اللي تتبغيه وانت اللي تتضحي وانت اللي ضربة تمارة بوحدك أعرف بأن الحياة معاه والو مستحيلة حتى يدوحدة ما تتصفقش خاص الحب يكون متبادل ويكونوا الأشخاص بجوج عندهم واحد الهدف في الحياة هذا اللي كنت معاه أنا كان غيتي يستغني ووقفت معاه في القرية ووقفت معاه في الخدمة وما خليت فين ووقفت معاه وفي الأخر ساسني وقلب على راسه حاجة واحدة اللي تنتمنى لحد الآن نعرفها كيفاش دار جاب والدي وخطبوني وهضروا مع الوالدين ديالي واشغل تبتني واش ما فهمتش كيفاش ما حرفتش ولكن كل شي تيدوس الحمد لله دا بقدرت نتغلب على ذيك العلاقة وقدرت نتغلب على ذاك الحب اللي كنت تنبغيه وذاك الحب كام اللي رجعته للراجلي والوليداتي الحمد لله وهدي هي حكايتي وهدي هي قصتي مع الراجل اللي اختارته لسوء الحد بالخطأ وإلى عجبتكم قصة اليوم ما تنسوش دعموا القناة ديالنا بالاشتراك وتفاعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم سالمين موسيقى